دشن المهندس علي أحمد لدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2022-2025 عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة وسعة من المختصين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية والدولية هذه الاستراتيجية ضمت العديد من الأهداف المعنية بحقوق الإنسان بجوانبها المختلفة لتعمل عليها خلال المرحلة القادمة استراتيجية وطنية شاملة تشنتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال خطة عمل تستخطب من خلالها مختلف الجهات التي ستتولى المساهمة في تفعيل الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية هذه الاستراتيجية لا تعني أننا نمشي على خط فقط في هذه الاستراتيجية وأنها تكون هدف لنا إحدى الأهداف الرئيسية هي نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على كل المستويات سواء على المستوى الأصغار في السن إلى المستوى الشباب إلى المستوى العامل على المسؤول والموظف سواء كان في العمل سواء كان في عمل الطلابي سواء كان في البيئة الاجتماعية بشكل عامل وضعت المؤسسة جملة من الأهداف الرامية إلى تحقيق أو دراسة رصد تأثيرات جائحة كورونا في الاقتصاد وريادة الأعمال كما أنها وضعت أولوية التعليم باعتباره الأساس لنشر ثقافة حقوق الإنسان وأولت جانب تمتع الجميع بالحقوق والمساواة بين الجنسين وأكدت على أهمية الصحة وتمتع الجميع بأعلى مستوى من الصحة في جملة أهدافها للخطة القادمة جملة من الأهداف تضمنتها الاستراتيجية وخطة عملها للأعوام القادمة تشدد على تطلع المؤسسة الدائم إلى استمرار تفعيل المزيد من التعاون والشراكة مع الجميع وذلك من أجل بناء منظومة متكاملة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان هذه الاستراتيجية ركزت على عدد من الأهداف التي تأتي متسقة مع جهود مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الأقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين